في تطور لافت ضمن مجريات التحقيق بقضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاجقجي نشرت وسائل علام تركية الأربعاء صوراً وأسماء 15 سعودياً ذكرت أنهم ضالعون في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاجقجي شهد آخر مرة قبل أسبوع وهو يدخل مبنى القنصلية السعودية في الصنبول لاستخراج أوراق ترتبط بزواجه المقبل وقالت خطبته التي كانت في انتظاره بالخارج إنه لم يخرج قط وذكرت مصادر تركية أنها تعتقد أن خاجقجي الناقد البارز للسياسات السعودية تم قتله داخل القنصلية وكان مصدر أمني تركي أبلغ رويترز من قبل أن مجموعة من 15 سعودياً بينهم بعض المسؤولين وصلت إلى اسطنبول ودخلت القنصلية في الثاني من اكتوبر 2021 وهو نفس اليوم الذي كان فيه خاجقجي بالداخل ثم غادرت المجموعة في أربعة مواعيد مختلفة في سياق ردود الفعل قالت الخارجية الأمريكية إنها لا تعرف ما حدث للصحفي السعودي جمال خاجقجي المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نورت أوضحت أن واشنطن لا تعرف حقيقة ما حدث لخاجقجي وشرتنا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كثف حديثه مع السعوديين بشأنه ولدى سؤالها عما إذا كانت تعتقد أن خاجقجي لا يزال حيا قالت نورت إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تمتلك أي معلومات حول هذه القضية الغموض لا يزال سيد الموقف في قضية الصحفي السعودي جمال خاجقجي بعد أكثر من أسبوع على اختفائه ورغم أن المعطيات ترجح فرضية مقتله لا سيما مع فقدان أي أثر له منذ دخوله مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول فإن الأنظار تتجه إلا ما سيعلن عنه من نتائج عقب الانتهاء من التحقيقات التي تجريها السلطات التركية رغم ضالة تفاؤل في التوصل إلى الخيط الذي يقود الكشف عن جميع ظروف وملبسات هذه القضية